وسط إجراءة الأمنية المشددة شهدت العاصمة الصومالية مقدش تسلم رئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود الذي انتخب في العشر من الشر الجاري مهام منصيبه رسميا في حفل تسليم وتسلم عاصله فيه الرئيس السابق شريف شيخ أحمد وحضر الحفل الذي وقيم الأسباب الأمنية في المدرسة الوطنية للشرطة نحو ألف شخص بينهم رئيس جيبوتي وتعهد حسن شيخ محمود هو أول رئيس المنتخب الصومال منذ دخولها في حالة الفوضى عقب سقوط الرئيس سياد بري عام 1991 بيتخلص البلاد من زعماء الحرب والقرصين والإرهابيين وكان الرئيس الجديد قد تعرض بعد يومين منتخابه لاعتداء استدفى الفندق الذي كان يقيم فيه وذلك بينما كان يعقد مؤتمرا صحفيا